تاني معادلة بتستخدم لوصف تدفق المواقع أو Fluid Dynamics هي Bernoulli Equations أو معادلة Bernoulli نفس الافتراضات Tube لها مساحات مقطع مختلفة ارتفاع الطرف الأول Y1 ارتفاع الطرف الثاني Y2 مساحة المقطع عند الطرف الأول A1 مساحة المقطع عند الطرف الثاني A2 ضغط السائل عند الطرف الأول بنوم مظلوب الرمز B1 والضغط عند الطرف الثاني B2 سرعة السائل عند الطرف الأول V1 سرعة السائل عند الطرف الثاني V2 Bernoulli Equation states the consequence of the principle that the work done on a fluid as it flew from one place to another is equal to the change in its mechanical energy إن الشغل المبزول على السائل وهو بتحرك من طرف إلى آخر بيساوي التغير في الميكانيكا الإنرجي أو الطاقة الميكانيكية الكلية لهذا السائل بيصل في النهاية للمعادلة اللي قدامنا اللي احنا بنسميها معادلة Bernoulli بيون البريشر عند الطرف الأول روف الجي في الواي ون البوتينشي la energy burnet volume عند الطرف الأول بلس نصرو في وان تربيل يا كينيك 즉 energy burnet volume مجموعة ثلاث قيم عند الطرف الأول بيساوي بيساوي مجموعة تلاث قيم عند الطرف الآخر بيساوي مجموعة ثلاث قيم عند طرف الـKINETIC ENERGY بتساوي نص Mv تربية ايه معنى الـKINETIC ENERGY بليون الفوليو لما أسم نص Mv تربية على الحجم الكل اللي هو V بطلع طاقة الحركة الوحدة الحجوم طيب الـM بتساوي ايه؟ بتساوي الـRU الكسافة في الحجم فأختصر الـV مع الـV لتبقى نص رو في تربية يبقى المقدار ده هو طاقة الحركة الوحدة الحجوم نفس الكلام بالضبط بالنسبة لطاقة الوضع اللي هي الـM في الجي في الـY لما أسمع على الحجم الكل تعطيني رو في الجي في الـY أو طاقة الوضع بالنسبة لوحدة الحجوم هناخد مثال مهم على معادلة برنولي ومعادلة الاستمرارية مع بعض Water with Density RU equal 1000 kg per cubic meter moves in a pipe of radius 4 cm With Speed يبقى أعطيني نصف القطرة عند الطرف الأول وصرعة السائل عند الطرف الأول The pipe goes up at high of 5 meter الـTuber تفعد بمقدار 5 متر يبقى أعطيني فرق الـElevation ما بين 2 ends And its radius become 2 cm نصف القطر حصله reduction من 4 cm إلى 2 cm نشوف المطلوب Give the speed of the water at the upper side of the pipe أحسب لسرعة السائل في الجزء العلوي يبقى مطلوب مني أحسب V2 If the pressure B1 at the lower side is 2 by 10 power 5 2.10 دي قص 5 بس كاف What is the pressure B2 at the upper side؟ أحسب الضغط عند الطرف العلوي السؤال الأخير compute the volume of water أحسب حجم السائل Flows in 10 minutes Use Equation of Continuity هنستخدم في الأول معادلة الاستمرارية عشان أحسب V2 A1 في V1 هتساوي A2 في V2 إذا باي R1 تربيع في V1 هتساوي باي R2 تربيع في V2 أسهل لي أختصر الباي مع الباي أربع نصف القطرة عند الطرف الأول في سرعة السائل مربع نصف القطرة عند الطرف الثاني أحسب V2 تطلع V2 8 متر per second ولاحظ أن السرعة كل ما كان الكروس سيكشن أقل تصبح السرعي تزداد V عشان أحسب الضغط عند الطرف الثاني على طول أستخدم معادلة برنود البي 1 رو في الجي واي 1 زائد نصف رو في وان تربيع إقوال بي 2 زائد رو في الجي في الواي 2 زائد نصف رو في 2 تربيع بيسألني على بي 2 هخلي بي 2 في طرف الحاله وانقل الباقي بإشارة معاكسة إذا بي 2 هتساوي بي 1 زائد رو في الجي في الواي 1 زائد نصف رو في وان تربيع منص رو في الجي في الواي 2 منص رو نصف رو في الواي 2 تربيع اسهل على نفسي اخذ رو في الجي عامل مشترك يبقى وواي واحد مقاس ويان واخذ نصف رو منطقة الحرك عامل مشترك يعجي بي وان تربيع مقاعس فيدو تربيع عندي بي وان قيم �ina موجودة الكسافعة لهاني الجي تصرع الجاذبية الأرضية تقريبا عاشرة y2-y1 اللي هو الفرق في الاليفيشن كات التوب بالشكل ده الراجل يعطيني المسافة دي المسافة دي بيتمسيلي y2-y1 إذن y1-y2 هي سالب القيمة اللي عطاني اللي هي سالب 5 قرر موجودة الفرق في السرعات مربع الـ 2-4 ومربع الـ 8-64 حسب البراشر عند الضرف الأخر ألاحظ حاجة مهمة أن السرعة لما تزيد الضغط يحصل له إيه يقل يبقى في حالة التضفق أو السرع نصف القطر قال تزيد سرعة السائل يقل لضغط السائل السؤال التالي يقول لي احسب لي حجم السائل المتضفقة واللي هسيبها لك بقية تحسبها الدلتا فيها يساوي الكيو في الدلتا تي يبقى هستخدم أي معادلة أحسب منها الكيو A1-V1 أو A2-V2 نفس القيمة مش مشكلة الـ A1 موجودة الـ V1 والدلتا تي احسب الحجم اللي هيمر في زمان مقداره دلتا تي